بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلاب الصف الثالث الابتلائي مرحبا بكم في قناة الدرس الانجيزي مع مستر عوض ربيع يارب تكونوا بخير عايزين الفيديو لا يوصل لأكبر عدد ممكن من أصحابك وأصدقائك ومن اللي بتحبوهم كمان بشكر الناس اللي بيتابعونا وبيدونا الدعم لها في تكميل القناة ان شاء الله النهاردة هنحل التست التاني من كتاب المعاصر صفحة 51 و 152 يلا بينا مع السؤال الاولاني Listen to the diary اسمع لي الديالوج المحاسري and choose the correct answer from A, B, C or D حاول تسمع مني كده Listen أحمد زياد أحمد what is the competition about زياد it's about any kind of creative projects أحمد what is your favorite activity زياد my favorite activity is painting I feel happy when I paint أحمد if I paint I don't feel happy I like making songs with my hands I like scrappature or junk model أول سؤال the competition المسابقة is about كانت عليه favorite songs الأغلى المفضلة or special houses المنازل المميزة or creative objectives الأشياء أو المشروعات المبدعة اللي هي المين creative objectives number two زياد the favorite activity النشاط المفضل لزياد is scrappature اللي هو التماثيل المنحوطة ولا jang model سماعات النمازج البلاستيكية ولا painting التلوين painting رقم 3 أحمد likes أحب نوع painting pictures تلوين الصور ولا making sing صنع الأشياء ولا listening to music السماع إلى الموسيقى making sing بعد كنا معنا السؤال رقم 2 لسن 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 للي لسن 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 when I was 6 now I am 11 and I am in grade 6 I like my school in kindergarten we play it a lot and there were always lots of toys in the classroom number one what school مالمدرسة does للي go to زابت إليها she goes to the middle school زابت المدرسة المتوسطة number two how old كم عمر was للي when she started school in the kindergarten when she was 6 لما كان عمرها 6 سنوات بعد كنا معنا السؤال لرقم 3 choose the correct answer اقتر الإجابة الصحيحة if my little brother لو أخويا الصغير is tired كان متعب he لاحظوا أنه هنا لقالة F هنا مضرعة بسيط الجزء الثاني مضرعة بسيط المضرعة البسيط معا he وش وإ بنضيف إس يس للفعل تبقى cries number two علي always the email puts his guitar وضع his guitar بتاعه at the door هنا عايز حرف guard قونا على الباب ولا behind خلف الباب ولا ان في الباب ولا انظر تحت الباب behind خلف الباب رقم 3 she forgot هي نست to not out the garbage يصر القمامة بالأمس to a pick out يعني يمين يمين تخرج القمامة دي كلمة put out يعني تخرج القمامة لكن كلمة pick up يعني يلتقط رقم 4 I asked أنا سألت ه وعلي لاحظ كده إن هنا إداة الراب ثم الفعل الفعل في زمن الباص يبقى communicated بعد كده السؤال رقم 4 read the long اقرأ التالي ثم أجب على هذه الأسئلة schools المدارس around the world حول العالم want to do the same thing يعني يعمل نفس الشيء to give children عشان يعطي الأطفال أجول education تعليم مجيين in some countries في بعض الدول children أطفال start بيبدأ elementary school المدرسة الابترائية at 7 years old في عمر السابعة in other countries في بلاد أخر the children أطفال are younger people أصغر من السن السابعة يعني ست سنوات in other countries في بعض الدول in Africa for example Kenya على سبيل المسال في Kenya some people بعض الناس have anomatic culture عندهم ثقافة بدوية where they move from place to place بنتقل من مكان إلى مكان this means معناها their teacher المدرس بتاعهم has to be flexible with that timetable مع الحصص بتاعهم The teacher المدرس chooses بيختار subjects المغاد which are the most important في أوقات مختلفة أول سؤال The general idea الفكر الرئيسي of the text الناصر is about can get on different countries dual schools and mدارس children الأطفال timetable جلو الحصص schools number two the opposite عكس كلمة الكلمة تحتها خاصة كلمة start يبدأ عكسها move يتحرك فاندي يجد هنج يعلق finish يعني finish يعني بعد السؤال رقم three what is the importance of schools for children مع أهمية المدارس للأطفال أهمية to give children نوعيات الأطفال أكبر education تعليم جيد رقم four how is school timetable in nomadic areas كيف كان حال أو كيف يجب أن يكون الجلوة الحصص للمناطق البلوية it is accessible ونازم يكون married بل كنا معنا السؤال القصة آسر choose a correct answer اختار إجابة صحيحة آسر ووزور كان الآن جدا ذات his parents وليلي he might forget إنه ما ينسو ذا الفيلم ولا لسن الدرس ولا كونسيرت الحفلة الموسيقية ولا ترب الرحلة كونسيرت الحفلة الموسيقية رقم two آسر أن ميار ميت صنعه نوع with grand ma عند الجد أو مع الجد pizza ولا كيك torta ولا بسكويت الكوكز ولا برد الخبز كوكز بعد كده أنصر the following question جواب على هذه الأسئلة number one what did his parents the parents شو آسر ماذا أظهروا الوالدين الآسر والروح a large information معلومات كبيرة bored with a plan مع خطة نت رقم two why do آسر لي آسر أن ميار go to ذهبوا إلى grand ma house إلى منزل جدة because آسر is the parents لأن والدين آسر were busy كانوا مشغولين بعد كنا معنا السؤال رقم six reorder أعد ترتيب هذه الكلمات لكي تكون جملة مفيدة number one the cafeteria surface hot and cold drinks رقم two what are your favorite activities وبكنا انتهينا من حل صفحة 151 و152 من كتاب المعاصر connect plus للصف السلسل البتناء باشكر كل من بتابع قناة الدرس انجيز مع مسترع وضربية ترجمة نانسي قنقر